موسيقى نحن في شركة هانيمون فاكتوري الوزن بتاعنا اساسا جاي من السياحة بس احنا سبشيلايز في الهانيمون فاكتوري نحن مقدمين بجانب الباكتوري ممكن اي ناس تيجي تسألهنه احنا مقدمين السناي دي سبشيلايز في الناس اللي هتعمل كونفرميشن في الوقت الكارنيفل عامل لهم فري نايت وفري اكسكورجن وترانسفيرن حاجات كتير قوي بحيث نتشجع الناس ان هما ييجوا الكارنيفل ويعملوا كونفرميشن للباكتش داعتهم وقت الكارنيفل احنا اسم الفكر اذا كنا هنعمل فري هانيمون كامل لقابل هيفوز بي في المصابقة تبقى هالد في الكارنيفل ياما هنعمل فري ايتم يعني مثلا ممكن تبقى فري ديستانيشن لو كابل بيفوكتر يروح مثلا امريكا يبقى في بلد بحالها ستيد بحالها مثلا ميامي او نيويورك فري السنة الفيتل كان الفلو كويس اوي احنا كهانيمون فاكتوري جالنا فيدباك حلو اوي فبتوقعنا السنة دي ان شاء الله برده ورفيباك يبقى حالو ان شاء الله يبقى احسن كمان اعتقد ان الوقت اللي يبقى عايدين حاجة بسيطة مش مكلفة او يمكن يروحوا عين سخنة او يبقى حاجة على البحر حيث ان يبقى الصبح مفيش تكلفة اوي في اللا يتجنسوا الحاجات دي بس كان فرق من السنة الفيتل السنة دي لا انا محصتش كان فيه ورد عايز سفره عنهم بتاعه شهر كامل يروح بلد او بردين من كل قارة فعمل تايلاند والهند وعمل كينيا وتنزانيا وعمل بيروت وعمل باريس وايطاليا راح روم وبعدين عمل هواي ونيويورك راح نيويورك راح نيويورك راح هواي فده كان اغرب طلب انه هو عايز يروح كل حاجة ولمدة شهر واحد ويشوف كل حاجة النصيحة لأي قابل داخلين يجاوزوا قريب يعملوا بلاننج بجد لكل حاجة للفرح لجاقتهم للهونيمون لكل حاجة عشان ما يتزنقوش في اخر وقت وفي دانوم طنشين وفي اخر يتزنقو بيعملوا كل حاجة بتريبل كوست تقريبا وبيتدبس انهم هوا كل حاجة تانت من الكارويتا ومش حلوة فلازم من بقدر نعمل بلان حلوة بتوفروا فلوس وتوفروا وقته موجود وفي الاخر حاجة بطلع شكلها عحل اشتركوا في القناة